اشتركوا في القناة اززت اكثر بعض الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لجمهورية تشيك في مارس 2016 والافاق الواعدة التي فتحتها في مصر ارساء شراكة نموذجية بين البلدين كما اطلع الوفد تشيكي على مسلسل الاصلاحات المهيكلة التي عرفها المغرب في مختلف المجالات كان لقاء مع السيد رئيس الحكومة تشيكية واللي كان لقاء مثمر اللي عبرنا فيه على واحد المجموعة دي القضايا اللي كيعيشها اليوم المغرب وبالخصوص الاصلاحات التي قادها صاحب الجلالة صلى الله خصوصا ابتداء من 2011 لغاية اليوم على المستويات الحقوقية على المستوى الاقتصادي على المستوى الاجتماعي كما اعطيناه اندرا على مجلس المستشارين والمكونات ديالو وتكلمنا كذلك على اهم القضايا اللي كتم اليوم العالم بأسره ولما كنقول العالم بأسره يعني نظر العلاقات بيننا وبين الجمهورية التشيكية وهي في نهاية المطف واحد العلاقة بين يعني اوروبا وافريقيا في ظل كل تحدية لك يعيشها ولك تعيشها هذه المنطقة سواء فيما يتعلق بالهجرة من جانبه ابرز الوزير الاول تشيكي مستوى التقدم الكبير الذي يعرفه المغرب كقوة صاعدة في افريقيا متمينا علاقات الصداقة والتعاون المتينة التي تجمع بلاده بالمغرب وفيما يخص الزيارة التي يقوم بها حاليا في المملكة اكد الوزير الاول تشيكي انها تروم اعطاء نفس جديد وقوة اكتر لعلاقات التعاون الاقتصاد بين البلدين سيما وان المغرب يعد الشركة لاقتصاد الثاني لجمهورية تشيك بالقارة الافريقية